ففي وقت تواصل روسيا وقوات الحكومة السورية شنغاراتها الجوية والبرية على مناطق متفرقة بأرياف إدلب وحمى واللدقية، شهدت محاور التماس في الريف الغربي لمحافظة حلب، تحركة عسكرية متبادلة بين القوات الحكومية وهيئة تحرير الشام، ما يشير لاحتمالية اندلاع معركة قريبة بين الطرفين. وكالة هاوار السورية كشفت الأحد عن استعدادات تجريها هيئة تحرير الشام لبدء هجوم على محيط مدينة حلب، بالتزامن مع تعزيز عناصرها في مناطق على خطوط القتال قرب المدينة. الوكالة نقلت عن مصادر عسكرية لم تحدد هويتها قولها إن الهيئة الإرهابية تحضر لشن هجمات على مناطق في محيط مركز مدينة حلب. سيطرت عليها القوات الحكومية عام 2019. المصادر أشارت إلى تزامن هذه التحضيرات مع انتشار عناصر الهيئة على خطوط التماس في قرى بافترين كباشين باصوفان في ناحية شيراوة، وصولا إلى قرية مريمين بناحية شران في عفرين المحتلة، وقرى في ريف حلب الغربي. وشهدت مناطق بشمال حلب في وقت سابق شهر الماضي، وصول تعزيزات وصفت بالضخمة لقوة الحكومة السورية، ضمت آلاف الجنود ومختلف أنواع الأسلحات الثقيلة والمتوسطة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، ما يزيد من إمكانية التصادم المباشر بين الطرفين. واتات هذه التطورات في ذل تحركات رباعية بين روسيا وإيران والنظام التركي والحكومة السورية بهدف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، كانت أحدثها في محادثات أستان الأخيرة المنعقدة مؤخرا في عاصمة كازاخستان.